السلام عليكم و أهلين فيكم في فيديو جديد اليوم سوف نجعل لكم السماعات الموجودة عندي بوز اللي هو الكيو كومفورت 2 سوني أبر طيب كبداية نرى الشعار هنا فهمتوه أنتوا صح؟ سأكون محايد بالميزات اللي أقولها هذه فيها ميزة هذه فيها ميزة هذه وجهة نظري أول حاجة ما راح أكون محايد بالعلامة الشركة ما راح أكون محايد تشوف لك شخص محايد يقول لك إنه محايد ما دري بني جاء إنسان في الكون يكون محايد إذا فيه شخص محايد توقع أنه يكون فيه إنسان طبيعي محايد ما دري كيف جاء يعني استغبر الله الأنبياء الله فضلهم على بعض يعني جينا نحن بنكون البشر محايدين أقدر أقول لك الميزات وأقدر أقول لك الأشياء السلبية اللي في السماع لكن أكون محايد في كل شي كيف تجي؟ نبدأ معاكم كبداية السماعات أسعارهم مختلفة هذا البداية حين ما رحكم محايد هذه بـ 550 صح شريتها لأنني مش محايد لو أني محايد من شركة ثانية ما رح أشتريها هذه بـ 250 إلى 300 حق علي ما رح أشتريها أنا بالنسبة لي خسارة أحضر فيها القيمة صح ممتازة كويسة لكن كقيمة لني مش محايد ما رح أشتريها لكن هذه موجودة عندي بوز من الاسم أحب ذلك الشركة في الصوتيات ما أحد يعلى عليها خلنا نتكلم البداية عن البلت وعن المتيرة الحق السماعات كلها هذه بلاستيك ما رح أشتريها يعني بحط 200 وشوي بلاستيك بعض الشركات أحط لك بلاستيك شوي تحسنها يعني أفضل لكن هنا بلاستيك أقل بلاستيك ويمكن بلاستيك الطاول أفضل منه ف بلاستيك بلاستيك مرة بوز ما رح أحط لك ذلك الحركة حطتك هنا ألمنيوم خفيف هنا بلاستيك الحركات التي موجودة في السماعتين أبل لا هذه ألمنيوم هذه قطعة ألمنيوم كاملة منحوتها ألمنيوم صلب يعني قوي قيمتها فيه الجوالات الموجودة حين فلاكشب لحق 9% من شركات الأندرويد فلاكشبها ألمنيوم أبل فلاكشبها شوي ستاين ستيل أغلى برضه فهنا ألمنيوم هنا ستاين ستيل هذا اللون على حسب اللون تشتري يكون ستاين ستيل هذي ستاين ستيل ومغلف علشان راسك كل شيء لكن مثل ما نشوف هنا هذا ستاين ستيل كامل يلمع الشركات الثانية مثل ما قلتكم كيف لديها مثل دقات أبل هنا مثل ما نشوف أبل المحتوط توقفه في أي مسافة تبيه طيب نعود إلى الشركة الثانية الشركة الثانية عندهم ميزة ممتازة هذا أفضلها لأنها تنزل على دابل لكن إلى الآن يمكن أتمنىها تكون أفضل وأفضل من الأشياء الموجودة هنا لأن هنا سوني عندها اللمس يمين ويسارة رفعة طول الصوت القصرة اللمس في منطقتي لا أستخدمها إلا في الصيف في الشتاء في وقت البرد يقطع بوز في السماعة ممتازة فيها زرار لكن أنا أفضلهم عادي الآن زرار هذا ما عمري استخدمت البسطي أبل عندها زرين هنا هنا تحول بين الوضعيات الموجودة الأزعاج الترنسبيرنسي مود وهنا التطويل التقسير كشكل بداية ما عجبني كنت أفضل الأزرار لكن الآن عجبني مرة أقدر أقول لكم أتمنى يكون في الآيفون أنا عارف إن بعض الأشخاص لا لا ما نبي أتمنى يكون في الآيفون التطويل بعض الأشخاص اللي بتشعرهم مرفيوات لهم ماسك السماعة كذا راح حطاها على راسها راحطاها على راسها يطور ويقصر كذا يعني يقول لك هذا سلبيا أن يرفع أيدي ويسوي كذا لا هذا أنت من نوع اللي ما تستخدم ساعة أبل مثلا ما في إنسان راح يستخدم ساعة أبل في التطويل كذا تطويل تقسير كذا بس فهذه بتحط إيدينا كذا خلاص عندك صبع هنا على الباور اللي هو مش باور اللي هو تغيير وضعيات وهذا الصوت ما راح أسوي كذا ولعب في الصوت إيدي كذا خلاص صوت كذا على طول نفس نفس ساعة أبل تطويل تقسير هناك أزرار هنا تقول مرحبا سيري مثلا أو الميوزيك اللي عندك تغيرهم تزيد وتنقص وكل شيء طيب الشي اللي تمنت في السماعة هذه المكان الكبير ذا لازم يسسير فيه شيء لمس لكن مدري كيف راح يشتغل في البرد لأن حتى جوالي أنا طلعت بره في وقت البرد يعني سالب 20 سالب أكثر من 20 سنوصل عندي جهاز ترتقيل فمدري كيف راح تكون ألمنيوم صح الألمنيوم هذا يكون بارد في الثلج لكن مدري كيف راح أستخدمها في الشتاء في الشتاء يعني حين حين عندنا سالب 10 نشوف قدام هنا الأشياء اللي أنا ما كنت تعجبني وأنا ذي الشي قبل ما تنزلها قبل بردو كنت أفكر في سماعة وشريت سماعة أنا السماعة اللي استخدمها هناك لحظة ما تشوفونا لحق الكمبيوتر كنت أدور سماعة تكون ممتازة وتكون قماش ما أحب الجلد جالس في البيت تعرق سوني بوز جميع الشركات الثانية هذا يعرق في الإذن خاصة في الدول الخليج مئة في المئة عرق أبل لايك لحق الميزة اللي فيه النقماش وبرضو هذا إذا عرق أو إذا استخدمتها كثير أول شي راح من كذر ما تلبسه وتشيله يتغير الكيشن هنا عندك ينزل شي بعضهم يتشقق ما عندك أي فايدة بعد ما يتشقق خلاص السماعة ما راح تقدر تستفيد منها ما تتغير هذا راح تقدر السماعة هذه المشكلة أبل صح سعرها غالي لكن اخترب عندك هذا إن شاء الله ميغنت يركب ميغنت وبسيط في الشيال تقدر تشتري ألوان ثاني برضو تقدر تركبها عندك تسوي لك كاستوم مثلا الشي ثاني برضو هنا جلد فوق أوكي عادي عندي بس بعض السماعات من السبعمية بوز ممتازة ما فيه شي لكن هذا مر نحيف لدرجة أني لحطيته على راسي أحس إنه بيب كذا بواقب على راسي بس أرفعها حينا ننزلها كده تلعب ترقى تطلع منه ليش إنه مشتابة عدل على الراس من فوق ويكون فيه ضغط أبل وزنها ثقيل ألمنيوم صح لكن هذا قماش خفيف مفتوح هنا مثل ما نقول مش فمفتوح إذا حطيتها على راسك ما تحس بأي ضغط أبد فوق ما عندنا وزنها ثقيل الضغط يكون عندك على الجوانب ما بضغط قوي قوي مرة راح تعود عليه لكن ما فيه ضغط فوق مش خفيف يعني يرقى معاك على مسكة راسك فثمزب لحق المش أبل الوزن ما دري كيف تخترعون الألمنيوم خفيف والستيني ستيل خفيف لكن تابي جودة فيها ضخامة فيها شوى وزن هذه الشي تعود تعود علي تعود على الوزن عادي لبسة ثلاث ساعات أربع ساعات عادي هنا في السوني أتعود على الوزن وزنها خفيف مرة من بلاستيك لكن ما تعود على الحرارة التي تكون في الأذن والتعرق اللي يكون في الأذن هنا إلا جيت تشقل نمط الإزعاج أو تقليل الإزعاج ممتاز لكن لشلتها تحس أنك ترتاح إذا شلتها هي ليست ضغطة على إذنك لكن الكتمة بالمايك لا أعجبتني هنا أفضل بكثير وفي بعض الأصوات اللي هنا جربتهم هنا ابنتي عندها لعبة تلعب فيها شوى تشقلها حيانا إذا لبست هذه أسمع الصوت خفيف هنا بيأتي بيقول لي لأنك تحب أبل هذا شي ممتاز وهذا شي ممتاز أنا أتكلم عن الشي اللي بيني وبين متابعيني بيني وبين أشخاص اللي يصدقون كلامي ويأتيون ويشوفون الميزات ويصدقوني أنت ما تصدقني ما يحتاج يعني ما شوف لك شخص ثاني يوتيوبر محايد وأنا أسو الله شبك شخص محايد المهم نرجع لحقات السماعة أو مانع الزعاج ما أدري ليش الناس ما يتكلمون عنه مانع الزعاج كويس لكن أقبى مانع الزعاج شبتها في حياتي يعني شل الحركة الغبية لماذا تحط مانع الزعاج إذا لبست السماعة يعني الأفضل يقول لك أنك تفتح الأاب ويقيس الصوت عندك ويشوف علشان يسوي لك نويز كونسوليشن قوي طلعت برة قيّرت مكانك في خيار عندك تشغل في الجوال يعني كل كم فترة إذا سمعت الصوت يرجع يسوي نويز كونسوليشن يسكر نفس الموجود في الإيربوتس برو والإيربوتس ميكس لكن هنا لا يقطع يعني أكلم الشخص شوي يطلع صوت عندك ويقطع يرجع يشتغل مرة ثانية والشخص ما اسمعك يرجع مرة ثانية يعدل كلام ليش لأنه جلس يعدل الصوت عندك عشان يسوي لك سيرد علشان نويز كونسوليشن شال غباء وين نحن فيه؟ سوني ترى في شركات ثانية يسوي أفضل منك نويز كونسوليشن كويس لكن تشغيل نويز كونسوليشن وين نحن فيه؟ يعني تخيل في المطار تركب الطيارة إذا ما شغلت الخيار الأفضل لك إن كنت لابس سماعة جلست على السيت تفصخها وترجعت البس مرة ثانية طيب طارت الطيارة صار ضجة فوق برضو طفها ورجع كل مرة علشان يشقلك نويز كونسوليشن يصير أفضل لك في الموقع حقك أو إنك تفتح الآب يصير صوت علشان يصير لك عزل لا آسف ما رح أستهدن كده يعني ليش أروح لك وأنا مستخدم بوز من قبلك يعني من 2016 وممتاز وما فيها شيء مش ديك الدرجة عزل لكن عزل ممتاز يعني عزل عزل وكي ماشي الحال صعب نقول 900-800 ممتاز لكن هنا وقبل بالحركة اللي فيها النيز كونسوليشن ومانع الضجيج ونفس الإيربوت خلاص حطها شغل النيز كونسوليشن طلعت رحت جيت أكتف على طول بالحاله ما يسقول لك طيط ولا يقول لك فصخة ورجع لبس مرة ثانية وسأقول لك ليش آسف محبي سوني كموتات تحت عندكم فهذه الأشياء إذا كنت تستخدم أجهزة تابل تتوهق باليو سبي سي إذا كنت تستخدم أيباد بس من أجهزة تابل أوكي ممتاز أوكي ممتاز إذا كنت تستخدم أندرويد ممتاز لليو سبي سي هنا إذا كنت تستخدم أيفون لايتنينغ لايتنينغ محدود لكن بما أنك فان لابل أو أنك جهزة تابل كثيرة فعادي عندك لايتنينغ يعني ماشي معك في كل مكان هنا لايتنينغ هنا أربعة لايتنينغ على الطاولة في القرف في كل مكان هنا لايتنينغ بالشحن عادي ممتاز تشحن معك في خمس دقائق تعطيك ساعة ونص هنا أكثر في خمس دقائق أو خمس دقائق تعطيك ساعتين تغريبا أو أكثر هذا الشيء اللي ما عجبني هنا رح أقول لكم قبل مسويتي حركة حلوة قللتي استخدامك للأزرار لا يوجد أزرار باور أوكي حلو فكيف تطفي السماعة أنك تفصلها من رأسك خلاص توقف في الجوال أو في أي جهاز شابك عليه طيب حلو أريد طفيها أتركها كده طيب لمتها أفتح الجوال صح فاصلة من الجوال لكن لا ضغط هنا رح أشوفها موجودة في الخيارات عندي موجودة الردي طيب بعدين هذا في سليب مود هنا مفصولة تركت هاني فوق الست ساعات نزلت 4% الأخبار اللي سمعتها ما قالت أبل أنه ساعتين تقودخش في السوبر لو مود أنه وضع الإسباط القوي أريد أنه لا يخص في البطارية سليب مود هذا الكامل يجب أن تضعها في الكيس هذا الكيس طيب أنا من النوع اللي لم أضعها في الكيس هذا الرمي تحت من النوع عندي ستاندات ستاند اللي موجود في الطاولة هنا نفس الحركة في نفسه ستاند ثاني هنا موجود أضعها عليه وفيه ويرلس شارجر هنا أضع جوالي أضع شي ثاني كده أنا أضعها أبل فيه أشخاص يستخدمون هكده السماعة هذا الرمونة خلي لنا بس أسوي كيس يعني شي حلو أحفظ السماعة فيه هذا شنه هذا صح ماتيريال كويسة ممتازة نفس أقلفة أبل يعتبر نفس الدول شارجر الماتيريال داخل القماش ممتاز وفي النهاية كيف أحفظ السماعة هنا هذا يحفظ السماعة هذا يبيل لشي يحفظه يعني يقول لك أبل أصرت بيطفيها يعتبر أنك لازم تحطها هنا ورح تفصل عنك الجوال كده خلاص تفصل الجوال أني لو أفتح هنا ما رح أشوفها تطلع هنا فصلت عندي خلاص أحنين اعتبر طفيتها أنا ما بيطفيها هنا طيب كيف أنا النهاية معاكم أنا ما بيطفيها هنا يعني أنتو الزر هذا الموجود الباور اللي هنا حطين خيارين أنك تحول بين نمط الشفافية والقاء الضجيج تحويل بين اثنين وتقدر تخش في العدادات في نفس الجوال في البلوتوث في التعجب اللي دخلت على السماعة لنفسها تقدر تحط النمط الثالث لأنك سوي إقاف لأنه فيه ثلاث ألماط تقدر تخليهم في الزرار هنا أو أنه في الهاتف نفسه طيب سأضع لنا مود نزين داخل في نفس الجهاز بعد خمس ثقائق فقط يفصلها تطفي بعض الأشخاص فقط يفصلها ثلاثين ثانية تطفي كيفي؟ كيف الحركة الغبية أنها لا تطفي كذا؟ بست ساعات أربعة في المئة نزلت موش شي قوي لكن متى راح تخش في سليب مود عشان ما تصرف زيادة؟ متى تخش في نفس الوضعية هادة في الكيس بدون ما تضعها في الكيس متى؟ كيف الغباء؟ نصرت شخص محايد صح كذا؟ كنت أتكلم نحن يقولون ما يطبله ولازم نرجع لانكم يطبل طيب نرجع البلد حقها ممتاز جدا إذا قد رجحت المروحة حقتي اللابتوب أشتغله دقيقة نرجع لحق سوني سوني فيها ميزات تعجبني أول حاجة إذا كنت لابسها غير اللمس اللمس متحفظ عليه وتمشقل إلقاء الضجيج وشخص يبي كلمك أو تبي يتكلم شخص تقدر تحط إيدك كذا توقف يفتح لك يعنى نمط الشفافية و تسمع اللي حولك و تؤخر يدك يرك perspectives ممتاز جدا سوني تقدر تشبك على جهازين ما تماما أبل تقدر تشبك على جهازين جهازين؟ لم أعنى الي جهازين ممتاز جدا شبك على الساعة جهاز شبك على الإيفاد شبك على الإيبود شبك على الإيبود شبك على الإيبود لابتوب إذا אם فتريدك جهازين جدا إلى جهازة maxima وتبي أكثر ممتاز لا يكتوجي سماعة أبل هاي طيب هذه الميزتين اللي هنا عجبيني فسوني اتمنى قبل تنزلها تحط ايدك يوقف برضو في ميزة وانك لابسها وتريد تكلم شخص يمك بس تتكلم توقف اهي ويفتح النمط الشبافية وتقدر تكلمه هذه حلوة بس يقول لك شخص طيب انا انت بشكل اغاني انا اغني مع الغنية كيف تعطيك 20 ساعة استخدام مع المانع الزعاج تعطيك 30 ساعة هل انا ما يكفون لـ 20 ساعة تكفي حتى 15 ساعة بالنسبة لتكفي يعني انا مش من النوع اللي 24 ساعة لابس السماعة يعني هذه مدري كم لكن يمكن 20 اغل من 20 وامتازة عندي بوز وشغالة وما شحنها كثير طيب المايكات ما فيها منافس انا استخدامي في المكالمات امس كنت اكلم مع احد من الشباب السلام عليكم دكتورو محمد اذا كنت تشوف الفيديو كنت اكلم تقريبا لنص ساعة وحاطت المكالمة اول شي على الجوال عادي وما كنت لابسها هاهي قمت قاعدة سأله ما عن السماعة وقمت لبستها شبكت نسيت ان ابل لبستها تشبك على طول لبستها وشبكت وقمت صرف مايكات والله الصوت صار افضل صح تاخذ اعتبار ان الجوال كان في مسافة وانا قاعدة سولف يعني محطة السماعة صار المايك قريبية منها لكن في فرق نقاوة اكثر من استخدامك الجوال في المكالمات ممتازة فيها تسع مايكات السماعات الثانية فيها سبع واحد ثمان هنا تسع مايكات يعني فيه اثنين داخل في واحد حق المكالمات واحد عز الضجيج في واحد لعب الدنيا ابل هنا في المايك مافي افضل منها العزل ممتازة نجي لحق الصوت في الموسيقى ابل هنا حطت لك شي اسمه adaptive eq هنا مش موجود هنا تخش برنامج سوني وتلعب حق الايكيو حقك ترفع العدادات الصوت بكيفك هنا لا adaptive eq ما معناتها تشوف لك برنامج محترم مثل ابل ميوزيك سبوتيفاي سبوتيفاي اكثر شي لانا فيه الايكيو برضو نتكلم عنه شوي لشقدت الموسيقى الادابت في ايكيو يشتغل عندك ويعطيك الصوت الفنان اللي قاعد تسمع غنيته اللي بيك تسمعه انت والفنان يقول لك ابي البيس يكون كده ولا اشيات ثانية يعني كل وضعيات هو يقلمها عن الغنية حقته وتشتغل عندك تسمع الصوت هذه الشي حلول سوني لا انت ترفع في العدادات تعدل فيها لكن هنا في ميزة الدرايفرات اللي موجودة هنا 40 مليمتر نفس اللي هنا مرجودة لكن هنا من صناعة ابل ابل تقول لك اذا رفعت الصوت عالي ما فيه ديستورشن لحق الصوت ترفع الصوت عالي تبقى النغاوة موجودة هنا ترفع الصوت عالي ممتازة اذا ما قرنتها بهذه هذه عالي يستخدمها لسنتين تقريبا او اكثر طبعا هذه ام 3 مش ام 4 بعض الميزات تكون عنها في الام 3 ما استخدمتها لكن لازم تكرهها هذه يا مستخدمها عالي قال لهذه مش كويسة شوفوا الفيديو حق علي حين بس هاتف تحضر جليسة انت ما فتحضر تجرب ألي عالي عندك يعها سنتين هم ؟ سنتين عندك ايه هذه شوف تقرار بها جيدة لا 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 كلش كلش فقط انت هذا الافضل عندك سنتين الى وتستخدمها كانت ممتازة طيب وحندي كيف حم عابدتك ما تنفع ما اسمه كلش اذا ما كست الموضوع ممتازة ايه اوكا ايه بي هذا الابول الابول لا توقف في ستنج يصير غلط عليها اي شي ينفع مكس كل شي اذا مكس كل شي سماعات صعبة عليها ايه تشتغل بهايغ يسمع الصوت يسمع الموسيقى يسمع الفيتار يسمع المغني كل شي واضح مكس كل شي وانا جار جار روحي مرة ثاني شوف النفس مساء شوف النفس شوف النفس ايه خطيرة نعم خطيرة هذا انا نفعل كذا ت Laure Encore سترجع على هذا مرداني اوك ترجع تطبيق سوني سترجع تطبيق الى على التصوير هو أمرñamiento إليه نحن نا bandng Thomsoni لأن الضفremos يقومfirkan سمعone اي او ا夫اب خرجها التنحيب منks فإني حان العيش منها أنهم مقهضات هل أنت لأي شب ذي هذي حلوة عندي صواتي ممتواز يعني استخدام يومي كل شي مريحة ممتوازة طيب نرجع لكم هنا مثل ما قلتكم اكتف اي كيو لكن إذا خشيت مثل سبوتيفاي ورفعت الاي كيو مثلا فيها رياضة تقدر ترفع وتعدل فيه علي رفع كل شي هنا كلهم مكسموم يقول ما أسمع بعض الآلات الموسيقية الموجودة لا أسمعها هنا مش عادلة هنا يمسوسمع قال لي هذا الصوت شبت الفيديو لكن فيه لغطات قبل ما مسجلتها ويصير رفيو لحق السماعة ويتكلم عليكم عن الاي كيو فإذا انت حب الموسيقى وترفع كل شي وتريد تسمع الآلات الموسيقية كلها الموجودة في الغنية ما عندك الا هذه الموجودة المستشارات الثانية الموجودة اتكلم عليكم عنها لكن فيها جيريسكوب هذه مش موجود فيها فيها سبيشال اوديو لو جيت اقول لكم سبيشال اوديو وثريدي الموجود في سبيشال اوديو يجي لي شخص سوني موجود فيها انتو ما تعرف سبيشال اوديو هو نفس الى 3D أسف مش نفسه يجي لي شخص يقول لي ذاكر لا مش نفسه اذاكر والله بس مش نفسه تراجع لي مش نفسه سبيشال اوديو مش من نفس الى 3D اللي موجود هنا 3D تلبس السماعة تسمع الصوت اللي حولك يفتر موجودة هذه خلصين منها خلصنا منها لكن سبيشال اوديو لحق بعض الفيديوهات هو الأثلام طبعا وتلابسها مثلا شخص مشى في نفس الفيلم وجهنة ستسمع الصوت هنا اقوى لانه الشخص موجود هنا لكن اذا فريت رأسك انت راح تشوف الصوت لا يتغير تشعر انك كنك مقابل الشخص طبيعة 3D معروفة ان تعيشك 3D ساوند ومنشانو كنك في الوسط لكن هذه عطتك لفل اعلى كنك عايش في نفس الفيلم داخل على وضعيات الشخص الموجود عندك او في اي مكان هون تفراسك كنك تموجه له مثلا اثنين يسولفون في نفس الفيلم واحد يمين واحد يسار تسمع الصوت هذا الصوت اقوى هنا وهذا الصوت اقوى هنا لو تفراسك راح هذاك تهمله شوي ويصير القوة على الشخص هذا اللي موجود هنا ذي الحركة الى الان ما فيه الابل والايربوت سبروم هذه اللي موجود فيه سبيشال اوديو اسف لا تقول لي السوني اسف مش موجودة انا تعجبني تقدر تطفي وتشقلها من الايفون جميع الجزء على اللي فون والايباد والماك التي تطفي وتشقل هذه الخيار إذا كنت ترى الفيلم تشقلها طيب السبيشال اوديو التي تتحدث عنها السبيشال اوديو يطلب برامج تدعم السبيشال اوديو طيب ما هي البرامج التي تدعم السبيشال اوديو؟ أول ميزة في السماعة أيضا تدعم الصوت 7.2 و 5.1 و أيضا ادوبا اتوموس تدعم هذه السماعة أي فيديو تشغلها في أي منصة يدعم الادوبا اتوموس او 5.1 او 7.2 سيعمل معك سبيشال اوديو سأقوم بكم فيديو ثاني مفصل عن سبيشال اوديو و كيف تستعامل معها والأشياء كلها ببعض المرامج فانتظروني في فيديو ثاني الشريحة فيها ال H1 مرت أبل في اليمين وليسار معروفة تمنيت في أشياء ثانية تكون في سماعة أبل لكن يجب لها فيديو منفصل عن المغارمات الموجودة هنا المدى البعيد والأشياء كلها ممتازين في المسافة يعني ترك الجوال هنا وطلع بره مشتغل كويس الصوت على حسب المسافة اللي عندك فكنهاية التصنيع 10 من 10 سالب 10 من 10 5 من 10 هنا شوية الومينيوم هنا بلاستيك فوق 5 من 10 ضدت الصوت في المكالمة يعني لو تتكلم شخص مع المايك 9 من 10 يمكن في شيء رح يجي قدام لها 8 من 10 أقدر أقول 7 أو 6 من 10 سوني آسف سوني بس يبيلكم بتصلحوا من المايكات الأنفور حطيتوا مايك زيادة صح بس ما استخدمتها ولو تحطوا مايك زيادة بتصير 7 من 10 أو 8 من 10 مع أبوز ما رح توصل حق هذه هذه مايكات أصلا أكثر معروفة أبدا أصلا في السماعات حقينهم في نقاوة الصوت أو في المكالمات وغيرها البيس ما البيس ممتازة فلات إذا كنت بتستخدم الإيكيو تعدل عليه لكن هذه معروفة في الدف كل شيء الشيء القوة البيس هنا هذي إذا كان البرامج اللي بتستخدم فيهم الإيكيو تقدر تلعب فيه رح تكون أفضل الاستخدام الطبيعي ممتازة للأشخاص اللي مايبون يعني رافعت الصوت وأنا بيعدل هذا وعدل هذا هنا رح تكون لندكفلات إلا إذا البرامج هذا يدعم ذلك مثل السموتيفاي يدعم ذلك طيّ occ gender للأيل هل أنصح أي شخص أشتيري سماعة أبل أو هل أنصح أي شخص أشتيري سماعة بوز لا أے شخص أشتيري سماعة بوز أأسف سوني ت شيرا!? أأسفอبول أأسف أ cats أ Hur أنتوا واحتى الميزات اللي قيت للم موجودا بعض الميزات savvy هنا فيها شركة أبل مش موجودة في السماعة الثانية بعض الميزات من فردة هنا سماعة سوني الحركات والفصل وتحط إيدك ويكتم والأشياء هذه مش موجودة في السماعة الثانية النغاوة والأشياء الحلوة موجودة هنا يعني كل شخص يقدر يشتري هذه السماعة وكواليتي كويس وبوز معروف بالصوت فلكن نهاية مغارنتها صعبة ليش كصوت أقول لكم شوي أفضل هنا المانع زاج أفضل من سوني لكن آسف جميع الشركات اللي تسوي كذا كشخص عادي لحق الصوت استخدامها طبيعي يبي الصوت والأشياء النقية لكن أجلس 24 ساعة طلع برحة طهفة غراسي طيبة بفصلها بحطها كذا اسفي سلام عليكم ولا هادي كيف الحال الشخص لامتها حطيتها كذا قبل سنة و سنتين ومدرستي قبل تسميني ميكا ماوس أنا وآخر عمري بيجي لي طفل ثاني تسميني ميكا ماوس كل منكم انتو الشركات آسف هذه لي هيهم على الجن لي طحون جبليد هذه اللي أنصح كل شخص فيها فيها كل شي لحق الشخص المتوسط في الاستخدام واللفوق المتوسط بشوي استخدام الصوت حطيتها بإذنين السماعة واحدة قدر برضه استخدم مش التنتين خلصت شلتها خلاص ما حطيتها هنا علقتها ولا علقتها هنا ميكا ماوس وحطها في جيبي خلصنا صح الصوت الأعلى هادي ما تغارب في ديلي في النقاوة وفي الأشياء الثانية وفي النوويس كونسوليشن لكن هادي كلت هادي يعني مثل ما أن بالنسبة لي الايفون 12 مني كالايفون 12 أو 12 وبرو برضو كذا خلاص هادي الدنيا تمشي هادي الجيل الجديد هذا هادي وجهة نظري هادي ما تغارن مع هادي صح لكن كتنقل والأشياء هذه الثانية تقدر تلبسها في كل مكان دي تخيل لابس مشمق وكل شيء تمشي بدي من نحن فيه؟ الآن باشقلكم صوت ونشوف سرعة الشبك أباشبك عليها الآن مفصولة يا تبركم بحطها ضدني باشوف كم تاخد وقت على ما تشبك شبكت خلني نطول الصوت هنا شوي عشان نشوف الحركة مرة ثانية أفصلها وقف الصوت شقله اشتغف الجوال مفصولة الصوت هنا أباشبكها عين برجع بسها شبكت قبل ما ننزل إيدي يوم ما توصل إداية الطاولة شبكت وسرعة الشبك وسرعة التنقل الآن دخلت في النمط الشفافية الصوت يعني تسمعوني وأسمعكم أو أسمع أسمعكم ففي النهاية أنت اللي تغرر أنا بما أني عندي أجهزة أبل كلها مستحيلة أستحمل أي سماعة ثانية غير أبل مستحيل مش بس الصوت وجبرة الصوت والأشياء برضو تشبيكك مع الأجهزة الثانية هذه أبل تخشلك في الجو وبسمعاتها أبل وتنزلك سماعة مش كويسة وجي لي سوني أفضل أنت ما جربتها جربها ويحكم في النهاية إذا عندك أجهزة أبل كثيرة أنا أصحك فيها وتحب السماعة اللي فوق الرأس أنا أصحك فيها كيف التنقل بين الجهزة هذه اللي جهازين إذا عندك جهازين بس أبل أكثر لا إذا عندك أندرويد روح أقضي لي هذه اللغة فيهم برامج خاصة تقلت تحكم فيهم هنا سماعة أبل ما رح تنزل برامج أبل موجهة سماعاتها واجزتها لحق مستخدمينها أهم أجهزة أبل تقدر تستخدمها في الأندرويد يجب تستخدمها عادي لكن مشكلة الميزات رح تشتغل عندك سبيش الأودي ما رح تكون موجودة عندك وندافع عقمتها تحديثات كيف رح تنزلها تحديثات في المستقبل تحديثات كيف تنزلها تحطها في الشاحن تتركها تنزلها تهديث بعد 5 دقائق 6 دقائق من الآيفون كيف رح تنزلها هذي الأشخاص اللي عندهم إيربوتز كيف ينزلون تحديثات وعندهم أندرويد مدري المهم مستخدم أبل أوكي أنا أصحك فيها إذا كنت تحب الصوت أو الأشياء الثانية مستخدم أندرويد هناك أنا أصحك فيها وتستخدم الأندرويد هذه وتستخدم عند أبل هذه إذا السعر عندك ما تبي تدفع 550 دولار تبي أغل أنا أصحك في سوني M4 أنا أصحك فيها إذا لا السعر عندك عادي تريد أن تشتري هذه في النهاية هذه ممتازة لكن على الأخبار التي تمعناها والتسيبات التي نزلت قبل 6 شهر أبل أن تنزل نسختين نسخة قالية بالـ 500-500-600 ونسخة بـ 400-300 وشي سبور تكون أبل أن نزلت إلى واحدة AirBuds Max هل رح تنزل AirBuds SE AirBuds AirBuds ما تأتي تأتي يمكن AirBuds Sport لم أرى نزلت Max وكيف هي الجهزة موجودة لكن تستطيع تنزل AirBuds Pro Max تستطيع تسوي يمكن تنزل نسخة أفضل من هذه أقوى الماتيريا الأفضل أشياء ثانية فيها موجودة هناك ترفع السقف لحق السعر وكل شيء لكي تسوي شو أوف هناك في السماعة تستطيع تسويها تبيع عادي السماعة تسوين الشركات الثانية تستطيع تسوينها ممكن تسوينها لكن ما رح يبعون ما رح يكونوا في مبتناول الجميع الجميع ما رح يشتريها يعني هنا أبر تقدر تسويها تقدر تنزلها واحدة ب700 مثلا تزيد فيها ميزاتك زيادة فتوقع السن القادمة إلى السن الأبعد تنزل نسخة ثانية رخيصة ويمكن تنزل نسخة ثانية غالية عادي نشوف التسريبات أنتم موجودين في القناة رح نشوف كل شيء ففي نهاية الفيديو يقول سوني أفضل لماذا لديه سوني خائف شكله أقول أنه قبل أفضل وينقهره زيادة